السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم حبائبنا في قناتنا وقناتكم اصناع بنفسك مع اخيكم عادل العبسي. اه بازن الله النهاردة هنبدأ طبعا احنا قلنا الفترة اللي فاتت الاول عملنا فيديوهات تعليمية. اه خدنا فيها حاجات يامة خالص ممكن بازن الله هتلاقيها موجودة عمل لكم روابط لها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بس النهاردة ان شاء الله قلنا ان احنا هنبدأ تعليم صيد السمك من الالف الى ليلة. بحيث ان احنا بازن الله مش هنسيب حاجة صغيرة قد كده مش هنذكرها. الفيديوهات دي بازن الله بدايتها النهاردة هتفيد المبتدئ وهتفيد برضو الناس اللي بتصدق على فترة لان اكيد محدش من نا ملمب كل حاجة. فبامر الله هنبدأ بدايتنا خالص اي شخص عايز استاد. اول حاجة بيبدأ بيها العود اللي بيستاد بيه. بعد كده بيبدأ يحط عليه الشعر بيحط عليه السنون بتشتغل على نوع معين من السمك الحقيقة دي كلها هنشتغل عليها بعد كده. فبدايتنا مفيش حد هيستاد من غير عود. فحنبدأ النهاردة ان شاء الله نتعرف على انواع العيدان. كل نوع عود بيستخدم في ايه? وايه مميزاته? ايه عيوبه. فبمعنى اصح عايز تشتري عود اسمع كويس الفيديو ده عشان هيفيدك بازن الله. بداية اه انواع العيدان بتبدأ بالعود العادي اللي هو اول ما بدأت اه كعيدان صيد. بتمقسم لاجزاء. هناخدها واحدة واحدة كدراسة. نمر واحد اول حاجة عندي العيدان العادية اللي هي الغاب. الغاب فيه منه نوعية. فيه البوس العادي اللي هو البلدي اللي موجود في اي مكان مهجور او على اطراف الترع ده بيتنشف وبيتصد به. وفيه العود الافرنجي او الغاب الافرنجي او البامبو اللي هو زي ده كده. قرب كده شوية سيف. بص يا جماعة. ده منظر العقل بتاعته. تمام? ده اسمه بوس افرنجي او بامبو. طبعا ده بيبقى قوي جدا 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 جدا. فوق ما تتصور. صعب جدا ان هو يتكسر. بس طبعا مشكلته كلها في في التنقل بيه. لان هو موجود منه اطوال زي ما انت عاوز. يعني لغاية اتناشر خمساشر متر ممكن تلاقي. بس طبعا بيبقى تخنات ومش هينفع ان تستطبيق اساسة. فبالتالي انت بتعاوز حاجة قطرها من تحت ما زيتش عن تلاتة ونصة اربعة سنتي. لان بيبقى قبضة كبيرة. فبالتالي هتلاقي الاطوال بتاعته فرنجي التلاتة ونصة اربعة متر برضو اطوال حلوة. لكن عشان تتنقل بها هيبقى الموضوع صعب شوية. وده بدايات العيدان كلها. جاء بعد كده طبعا بدأنا ان احنا نعرف ان فيه عيدان نبدأ ان احنا نعرف ان تتنقل بها. تمام? اللي هو بيتسمى العودة التليسكوبي. تمام? اللي هي العيدان اللي في الغالب موجودة دلوقتي. بس طبعا بتنقسم لاجزاء كتير من ضمنها اربع اجزاء اساسية. اول جزء فيها بوسط اليد. طبعا العود التليسكوبي يا جماعة في منه افلات. في حاجة اسمها افلات. افلات يعني ايه? يعني العود ساعة ما بيت افل. كويس? بيرس على الديه. بيبدأ معك مسلا من تلاتين سنتي. تمام? يعني حاجة زي دي كده مسلا في حدود الخمسين سنتي. تمام? حاجة زي دي مسلا زي سبعين سنتي. فمش كله. في عندك لغاية تسعين سنتي ده الاساسي معادة بوسط اليد ممكن توصل لمدة عشرين سنتي. ده بالنسبة لقفلات العود. يعني العود بعد ما يتقفل وتعرف تتحرك به. طيب. قلنا اول حاجة عندنا بوسط اليد. بوسط اليد زي ما احنا شايفين زي حاجة زي كده. دي اسمها بوسط يد. تمام? البوسط اليد نوعية. في نوع منه بيبقى مجهز بعقل زي ما احنا شايفين كده. بيبقى مجهز بعقل ومجهز بمكان للمكنة. لكن ده الحديث بتاعه. لكن العود اليد الاساسي ما يبقاش موجود في مكنة ولا موجود في عقل معادة العقلة الاولانية بس اللي بيتربط فيها الخيط. تمام? فدي بوسط اليد. فبوسط اليد اللي ارتفاع بتاعها المناسب من اربعة متر لاتناشر متر. على حسب طبعا المكان اللي انا بقى فيه. وعلى حسب الشرط بتاعي وزا كان فيه وعر كتير قدامي ولا لا. كل مكان المكان اللي انا هنزل فيه المياه محتاج ان انا ابعد شوية او على مكان عالي بحتاج بوسط طويل. تمام? ده بالنسبة لاول نوع من الانواع التلسكوبية اللي هو بوسط اليد. تاني نوع جماعة العود الجبر. العود الجبر. طبعا احنا دلوقتي هنعرف انواع العيدان الاول وبعد كده هنعرف مميزاتها ايه وعيوبها ايه وبتستخدم في ايه. فعلشان برضو ما نطولش مع بعض في الفيديو. يبقى انا عندي اول نوع بوسط اليد. تاني نوع العود الجبر. وده افضل اطوال ليه من تلاتة متر ستين لخمسة متر اربعين. ده بالنسبة للعود الجبر. العود الرئع هي اللي افضل اطوال ليه من تلاتة متر وستين تقريبا معاك لغاية سبع متر. تمام? رابع نوع العود الوسط. العود الوسط ده بيبقى ما بين الجبر وما بين الرئع. وده اللي في الغالب هتلاقيه متواجد كتير في محلات ادوات الصيد. وده بيبدأ افضل اطوال بتاعته من مية وستين سنتي. زي الحاجات اللي تستخدم لصد الغلة. لغاية اربعة متر ونص. تمام? طيب. هنيجي بعد كده دي الانواع التلسكوبية. تمام? الاربع انواع دول. طيب. النوع اللي بعديهم عندي الصب. البوسة الصب. البوسة الصب افضل اطوال ليها من مية وستين سنتي لتلاتة متر ستين سنتي. زي كده يا جماعة. دي اسمها بوسة صب. شوفنا عاملها ازاي? بتبقى مكونة من جزئين بالشكل ده. ياشي? الاطوال بتاعتها بتبقى معاك من مية وستين سنتي لغاية تلاتة متر وشوية. في منها نوعين. يا اما بتدخل كابس زي كده. تمام? يا اما بيبقى لها صمولة هنا وبتترابط. ماشي? دي بالنسبة للبوسة الصب. طبعا البوسة الصب بتبقى قوية. من ناحية القوة فهي قوية. لكن مشكلتها كلها في التنقل بها لان زي ما انت شايف كده بتبقى قطعتين وبتبقى طويلة شوية وفي منها اطول من كده كمان. فبالتالي التنقل بها بيبقى فيه بعض الصعوبة. هي ممكن اقل لها جراب بيتحط فيه كل حاجة. لكن هو عيبها في النقطة دي بس. بعد كده عندي بوسط الكست. تمام? بوسط الكست طبعا اه الاطوال بتاعتها او افضل اطول بتاعتها بتبقى من مية وستين سنتي. اه لغاية تلاتة متر تقريبا او كان افضل افضل حاجة لها من اتنين متر وعشرة سنتي ده اقصى حاجة لها داتة متر وستين. لكن افضل حاجة لها من مية وستين لمتين وعشرة ده افضل حاجة. بعد كده عندي يا جماعة بوسط الجر وبوسط الجر اه من اهم مميزاتها انها قوية جدا خامتها عالية جدا عشان تستحمل معنا التعامل مع الاسماك الكبيرة والاسماك المفرطة زي عاملت كده اسماك التونة والحاجات اللي عاملها قدير. بعد كده عندي اخر حاجة من مستخدمات الصيد بتاعي اللنسة او بكرة الصيد او قبضة اليد. زي مسلا حاجة زي كده. دي اسمها قبضة يد. بس يا جماعة. بتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بيتلف عليها الخيط في منع احجام فيه الزغير وفيه الكبير. بيتحط فيها الخيط بالفلة بتاعته بالسن في كل حاجة وجهزة لان انت تفك وتشتغل بها على طول. او لنسة زي كده. دي بتشيل تلتمية متر اه بخيط ستين. زي ما احنا شايفين دي بتستخدم في الجر من على المركب. تمام? او من الاماكن الديقة او من ما بين الاشجار الحتة الابيار الحتة اللي ما بتحتاجش او ما ينفعش ان اشتغل فيها بعود. فبالتالي دي افضل حاجة لها. او اه بكرة الجر بكرة دي بتبقى لها مقبض وبتتلف يعني بتبقى عاملة زي رومان بيلي كده وبتلف على ايدك. غير برضو اللي انسة العادية. دلوقتي دي الانواع الاساسية بتاعتي هنعرف دلوقتي بقى كل نوع وكل مواصفاته ومميزاته وعيوبه فاركز بقى معايا شوية عشان اللي جاي مهم. اول نوع معنا جماعة العود الجبر. والعود الجبر يستخدم في التشويح والحداف وفي التجرية وفي اللاتش او التشميت وفي الترقيق طبعا. اهم مميزاته ايه? ركز بقى مع بعض كده. حاجة زي دي مسلا ده عود جبر. قرب معايا كده صيف. دلوق بتاعه شايفين? بص بتشد. شايفين عمل ازاي? ماشي? ما بيجيش معاك بسرعة. تخانة بتاعته قوية طبعا فيه كمان بيبقى جبر اكتر من كده. وفي اقل. لكن ده جبر وسط. يعني بيستحمل معاك كويس جدا. يعني احا لو خدنا مسلا مسلا اي عود ايا كان. شايفين فرق اللابلوب? شايفين فرق التخانة من ده ومن ده? ده بيبقى اسمه عود جبر. المميزاته ايه? اول حاجة. واحد عود قوي جدا. يتحمل معاك الاوزان الرصاص زي ما انت عاوز. تمام? فبالتالي انت لساعة ما بتحدف بوزن الرصاص جامد لو ما كانش العود معاك يستحمل الكلام ده او يستحمل الاسماك اللي هتيجي معاك هيتكسر معاك بسهولة. طيب. تاني حاجة بيتحمل الشبكة والوعر. يعني لساعة ما تيجي معايا تمسك في اي حاجة في القاع او تمسك في حجارة تمسك في صخر تمسك في حاجة غيره او اي شبكة معانا زي ما بيحصل كتير. لو ما كانش العود يستحمل الكلام ده هيتكسر معاك بسرعة فبالتالي لازم يكون معي عود جبر. في نفس الوقت لو جات معاك سمكة كبيرة شديدة شوية ولا حاجة هيعرف ان انت تقوم بيها وتشتغل بيها كويس مش هيهمك معا انه العودة بوز ولا عقلة منه وتضرب ولا اي حاجة مني وتروح معاك السمكة. غير ان العمر الافتراضي بتاعه عالي لان يوبة تخناته قوية. فبيستحمل معاك العوامل الجوية وبيستحمل معاك الكلام ده كله. طيب ايه عيوبه? اهم عيب فيه وزنه. تمام? فهي مشكلته في ثقة للوزن. آآ فبالتالي بيأثر معاك على ايدك. آآ بتلاقي نفسك آآ لو اشتغلت عليه فترة طويلة اليد بتتعبك شوية. فبالتالي هو عايز يا اما يتحط على حامل يا اما يتحط على الارض. اما حاجة بس نخلي بالنا ان ما يجيش فيه اي ارمال ولا حاجة ما بين العقل عشان اتبقص معايا العود من الاحتكاكات. تاني حاجة عندي آآ الحجم الكبير بتاعه. لان هو بيبقى طبعا عشان بيبقى فيه منه اطول كبيرة. فبتلاقي الافلة بتاعته كبيرة. يعني ده الافلة بتاعته سبعين سنتي. تمام? وفيه لو اطول من كده بتلاقي الافلة بتاعته ممكن تكون اكتر. وعلى فكرة الافلات يا جماعة مش مش ميزة وعيب في العود ان يكون الافلة بتاعته قصيرة او طويلة. لان العود بتاعنا لو كان افلاته قصيرة معنى كده ان عدد العقل زيت. تمام? يعني كمثال. انا ممكن يكون معايا عود مسلا اربعة متر ونص. الافلة بتاعته خمسين سنتي. وممكن يكون معايا عود اربعة متر ونص برضو بس الافلة بتاعته سبعين سنتي. ايه الفرق? الفرق ان انا عندي هنا مسلا عود في اربع عقل. وعود تاني في ستة او سبعة. تمام? يبقى كل ما زاد عدد العقل وكل ما اثر دي بتفرق معايا فقفلت العود نفسه فما بتفرقش معايا في قويته مش حكاية قوة نهائي. تمام? اه كل ما زاد عدد العقل وقويته كويسة كل ما كان افضل. لان بالتالي بيفرق معايا في التانية والقص بتاعه. واحدة واحدة هنتعلم الموضوع ده وهنفهم ايه الفرق بينهم ببساطة. طيب. يبقى ده العود الجبر. طيب. تاني حاجة عندي العود الرئع. العود الرئع يا جماعة يعني كمثال مسلا ده عود رئع. بص كده معايا. بتلاقي اللابلوب بتاعه زي ما احنا شايفين. حتى العقل بتاعته طريق. شايفين? ماشي? ده بيبقى عود رئع. معنى عود رئع ايه? انه خفيف. ماشي? بيتاني معايا بسهولة. طيب التانية بتاعته بسهولة دية تفيدني في ايه? تفيدني اولا ان بتخلي العود حساس. فبالتالي اي سمكة معايا بحس بيها بسرعة. السمكة نفسها بتحسش بيه. طيب ناخدها واحدة واحدة كده. طيب استخداماته ايه الاول? بيستخدم في التجرية بالغماز او بالفلس الصغيرة. اه يستخدم للصيد بالنسيلة. بيستخدم للصيد بالعجين. يستخدم بالريمة. الحاجات اللي بتحتاج حساسية جدا في الشغط. اهم مميزاته خفة وزن رائعة. ما بتحسش بيه على ايدك خالص. تاني حاجة المرونة العالية طبعا لانه بيتاني زي ما انت عايز. تمام? اه غير ان السمكة نفسها ما بتحسش بيه. فبتلاقيه زي ما يقوله كده بيسرق السمكة. السمكة ما بتحسش بمخاومة معاك وانت بتصطاد او انت بتشد. فبالتالي ما بتجريش ولا تهرب منك بسهولة. طيب عيوب ايه? اول حاجة وزنه. وزنه ما بيحتملش اوزان تقيلة الا لو كان نوعه كويس جدا وخامته كويسة جدا وطبعا بيبقى سعره عالي. وبرضه ما بيبقاش متوفر كتير هنا نظرا للسعر. طيب. تاني حاجة ما بيتحملش الشابكة والوعر كتير. اه لانه طبعا عود خفيف. فعشان يجي تشبك كل حاجة وتشد عليه بغباء ممكن يتكسر منك بسهولة. تمام? غير ان هو بيحتاج اه حماية من الرطوبة والاملاح بتاعت البحر والليلة دي كلها لانها بتأثر على الخامات بتاعته وان الخامة بتاعته كل ما تخنت كل مرة ما بقاش رئع. فبالتالي هو بيبقى الخامة بتاعته خفيفة شوية. فما بيحتاج رعاية وما بيحتاج شي شغل عافية يعني بمعنى صح. ده بالنسبة للعود الرئع. تالت حاجة معايا العود الوسط. طيب العود الوسط بيستخدم في كل اللي فات. تمام? ليه? لان هو اخف اه اخف من العود الجبر وفي نفس الوقت اه اتقل شوية من العود الرئع. فممكن يشتغل في الاتنين. بس الفرق كله ان هو بيستحملش كقوة زي عاملة العود الجبر. وفي نفس الوقت ما هواش حساس قوي زي عاملة العود الرئع. فهو بيشتغل في الاتنين. لكن لو انت عايز حاجة متخصصة يبقى تخلي لكل العود معاك شكل. تمام? يعني انا لو حشتغل مسلا بقود وسط على سمك اه خفيف بريمة. تمام? لو انا هقارن ما بينها ما بين العود الوسط وما بين الرئع في شغل الريمة لا الرئع هيكسب بمليون مر مش هيضيع منك سمك. تمام? السمكة مش تحس بيه زي التاني هيبقى في مقاومة. فبالتالي الاتنين هيشتغلوا. لكن اهنين هيشتغل معاك اكتر اهنين هيجيب معاك سمك اكتر اهنين السمك مش هيحس بيه اكتر الرئع. طب لو انا هشتغل على حاجة زي حباف. او هشتغل على تشميت او هشتغل على كزا. الاتنين برضو هيشتغلوا. بس ايه اللي هيحصل? لو جات معايا سمكة كبيرة العود الجبر هيشتغل اكتر. تمام? لكن العود الوسط ممكن يتكسر معايا. ماشي? فبالتالي كل حاجة قولها حاجة. طب العود الوسط انا ممكن اشتغل عليه اكتر من الجبر واكتر من الرئع في بعض حاجات زي الطعم الغلة. اه بعض شغل العجينة. الحاجات الشغل الصد بالريشة. الليلة دي كلها عايزة عود وصف مش عايزة لا كده قوي ولا كده قوي. زي مسلا حاجة زي ده. ده مسلا عود ما بين الرئع وما بين الجبر. بص كده. عود قوي زي ما احنا شايفين. في نفس الوقت واخد رفع العود الرئع وقوة العود الوسط. تمام? ده اغلب شغله طبعا شغل الغلة. تمام? ده بالنسبة للعود الوسط. طب العود الوسط مميزاته ايه? اول حاجة متواجد بكسرة في جميع محلات ادوات الصيد. هتلاقيه في كل حت. وباشكال وبموديلات مختلفة وشركات مختلفة واطوال مختلفة وخمات مختلفة. غير ان سعره حنين. يعني زي ما يقوله هو من اقل الاسعار في السوق. عيوبه حاجتين. ولعبين يعتبر احنا شرحناهم دلوقتي لكن هنجيبهم بالتفصيل. هو اخف من العود الرئع فبالتالي ما ينصحش الصيد به بالريمة او بالنسيلة خالص. تمام? مش هيشتغل معك كويس. طيب اه كذلك هو اه اخف من العود الجبر فبالتالي لو انا هشتغل في مكان فيه وعار كتير او هنناوي ان انا استهدف اسماك قوية او اسماك كبيرة يبقى برضو ما اشتغلش بالعود الوسط. هنيجي للنوع اللي بعد كده طبعا البوصة اليد. البوصة اليد ده جماعة تستخدم في الصيد من على الشاطئ. سواء بقى شاطئ ده رملي صخري مش فارق معنا. تمام? ده شغلها كله من على الشاطئ ما تنفعش من مركب او من غير. طيب اهم مميزاتها ان اطولها كبيرة جدا بتصل لتناشر متر. فده حيساعدك طبعا على الصيد من اماكن وعرة من على مستويات عالية كارتفاعات. فدي من اهم مميزاتها. في نفس الوقت خفيفة فبالتالي حتى لو كانت طويلة يعني ده عود ستة متر. هتلاقيه خفيف جدا. من اهم عيوب بوسط اليد يا جماعة ان في الغالب هتلاقيها مش مجهزة بمكان للعقل او بتعوز تركب لها انت عقل ما بتجيش فيها بيبقى يدوبك العقل الاخرانية بس فبتتعامل انت مع الخيط بصعوبة شوية. تاني حاجة ان ما ببقاش لها مكان لمكنة فبالتالي برضو بتبقى صعب ان انت تلف الخيط لو في استخدام طبعا المكنة بيبقى افضل كتير يعني. فلو انت ناوي ان انت تجيب بوسط يد حاول تجيبها زي دي كده اللي هي بتبقى مجهزة لمكان للمكنة وبيبقى فيها العقل بتاعتها. دي بتبقى افضل كتير في الاستخدام. اخر عيب لها كبر حجمها لان القفلة بتاعتها بتبقى كبيرة من متر لمية وعشرين سنتي. فبالتالي التنقلات هتبقى ممكن تبقى صعبة شوية لو ما كانش معاك عربية مسلا ولا حاجة. فدي كده جماعة انواع العيدان كلها. انت كده بازن الله لو عاوزت تشتغل على حاجة معينة المفروض انك طب بعارف هتشتغل على ايه? يعني لو انا هشتغل في مكان مسلا مية عدبة طيب يبقى انا مش محتاج بوسط يد. مش محتاج بوسط كست. ممكن استغنى عن بوسط الصب. تمام? فانا في الغالب هشتغل يا اما على عود جبر. يا اما على عود وسط. يا اما على عود رئع. دول الاساسي بتوعي كده في المية العدبة. طيب انا لو هشتغل في مية ملحة يبقى انا ممكن محتاج ش دول. ممكن احتاج العود الجبر بس باطوال مناسبة لشغل التشويح. طبام? لكن الغالب كله هحتاجه يا اما شغل بوسط كست. زي ما احنا شايفين كده يا اما هنحتاج شغل الجر. طبعا البوسط الجر انا ما عرفتش هجيبها اساسا مش موجود عندي. البوسط الجر جماعة الفرق بس بينها ان هي بتبقى اه العجل بتاعها يعني العقل بتاعتها ما بتبقى زي دي كده. لأ بتبقى العقل بتاعتها ببكرة لسهولة الشغل لان المكنة بتاعتها افقية. فبالتالي مختلفة شوية عندي. بس ما بتستخدمهاش الا اه في المراكب. فبالتالي استخداماتها قليلة شوية وسعرها بيبقى عالي. فما بتلاقيهاش متوفرة كتير يعني. فبازن الله عرفنا كده النهاردة. الانواع العيدان. ان شاء الله اه خلي بالنا من حاجة برضو معلش. ان الكل عود من دولة ليه خامة. يعني ممكن اجي العود جر مسلا فيه تلات اربع خامات. طب اهني خامة اللي هتنسبني. هشتغل باهني خامة صح. ايه في مميزاتها وايه عيوبها? كل حاجة من دي ان شاء الله هنعرفها الفيديو الجاي. فانواع الخامات بتاعت العيدان وايه الصح فيها اللي انا ممكن اشتغل بيه وايه اللي ممكن مايفيدنيش. فان شاء الله طبعونا الفيديو الجاي. هنعرف انواع الخامات بتاعت العيدان ايه? وايه اللي نسبنا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.